السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج العذراء لبرج الميزان الساعة 12 وثمان دقائق من بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس يعني بعد ثمان دقائق من دخولنا في يوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يظل عطارد موجود في برج الميزان لغاية الساعة 46 دقيقة من صباح يوم الأحد 22.10 لا ينتقل بعدها للعقرب يعني فترة موكوتو رح تكون في الميزان من 5.10 ولغاية 22.10 كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته عن القدرة على التفكير عن نقل أفكارنا للغير عن تقوية الذاكرة الذكاء الكتابة التحليل قوة الحدس بيتحكم في اتصالاتنا بيتحكم بمواصلاتنا بتحكم بالأجهزة الإلكترونية بتحكم بالسيارات بالدراجات وكل شيء يعني كل شيء له علاقة بالفكر والحركة هذا اختصاص كوكب عطارد طبعا لما بيكون كوكب عطارد سعيد بعطينا الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير بشكل عالي جدا تحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون سلبي ومنتحس أهم نقطة بعطينا إياها اللي هي العصبية عشان نحكم بالبداية أنه رح يكون إيجابي ولا سلبي فلازم نعرف معناته إيش الزوايا اللي رح يشكلها خلال الفترة هاي اللي هي ما بين 15 لغاية 22 عشرة اللي نحكم على سعودته أو نحوسته طبعا وجوده هو في أساسا في برج الميزان ما بعطيها القوة الكبيرة هو بالعذراء أعطى القوة ولكن تراجعه شوي أثر بشكل سلبي ولكن لما رجع للحركة الأمامية بالعكس أعطانا إيجابيات قوية الآن في الميزان لا هو رح يكون موجود ورح يعطي إيجابية ولكن المشكلة أنه ما رح يشكل زوايا قوية مع الكواكب الأخرى فبالنسبة للزوايا هو رح يعتمد على الزوايا الأساسية اللي رح يعتمدها مع القمر أغلب الشهر ولكن الزاويتين الأساسيات اللي رح يشكلهم رح تيجي في نهاية دخوله لبرج الميزان يعني الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس هاي رح تكون ذروتها يوم عشرين عشرة يعني بدنا نقول أنه تأثيراتها بتبدأ قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام يعني لغاية خمسة عشرة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم مواضيع لها علاقة بالمجال العلمي أو كان صعب علينا أن نفهمها بتزداد توجهاتنا لإجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية تعطينا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية تعطينا قدرة وفترة مناسبة للنجاح بالامتحانات أو نجاح أدبي أو مشاريح حالية يعني بتخلينا نقدر نركز على مجهودنا أو نركز مجهودنا على أهداف محددة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين بلوتو كأنك يا أبو زيد ما غازيت لأنه هذيك بعشرين عشرة هاي واحد وعشرين عشرة هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتصرف بطريقة فضة يجب علينا التعامل بانضباط مع الآخرين هاي زاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا عصبيتنا بتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبرضو بعض الأشخاص اللي عندهم قابلية أو ضعف ومور إلها علاقة بالقلب فهدولا من كثرة الزعل ممكن يتسبب لهم مشاكل قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق الإصابات أو النيران أما باقي الزاوية فهي رح تكون مع القمر ما بين التزديس وتثليت وتربيع فإذن الاعتماد رح يكون على حركة القمر أكثر ما رح يكون على الكواكب الأخرى طيب بالنسبة لعطارة لما يكون موجود في الميزان خلال هاي الفترة المذكورة طبعا موليد برج الميزان بشعره بشكل أكبر من جميع الأبراج الأخرى بقوة الفكر والإدراك والرغبة بالدراسة المطالعة الاتصالات التنقلات السفريات وبيتمتعوا بالقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق بيبدعوا بمجال الإلكترونيات أو بمجال التجارة بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء الدلو والأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس هذول اللي رح يستفيدوا أكثر شيء لأنه من نفس الفصيل تكوينهم اللي هو كأبراج هوائية والأبراج النارية لأنها بتندمج مع الهوائية وكمان كل شخص تواجد عنده عطارد في ساعة ولادته في برج الميزان طبعا بتبشر هي حركة عطارد باكتشافات جديدة وخصوصا دخوله للميزان هنا رح يعطي مجال الاتصالات والمواصلات والعقاقير الطبية الناجحة وأيضا إلو علاقة بالقوانين والقرارات وإصدار القرارات أو تعديلات قانونية أو حتى إلو علاقة بالسلام أو إلو علاقة بأشياء يعني ممكن تكون حاسمة وصادمة أيضا بالفترة القادمة على موضوع السلام تحديدا طيب إيش بالنسبة للتأثيرات اللي رح يتأثر على الأبراج والطوالع يا سعيد في الفترة ما بين خمسة عشرة لاثنين وعشرين عشرة عموما يعني أنا برجك الحمل ولكن طالعي الجوزاء اسمع برجك واسمع طالعك وعشان تعرف أنت بالضبط شو المزايا الثنتين اللي أنت رح تستفيدهم حتى لو كان برجك واحد أو تعرف برجك اسمع برجك بتعرف البرج وطالع اسمع اثنين برجك وطالعك نفس الشيء اسمع البرج مرتين ماشي برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بهاي الفترة بتظهر القدرة على الإدارة على ضبط الأمور بطريقة صحيحة بتكون عندك قدرة على تبادل الأفكار مع شركائك سواء شركاء المال أو شركاء العاطفة أو ممكن تطور علاقة لمرحلة يعني علاقة عاطفية لمرتب الارتباط بمعنى آخر أو مصالحات أو حتى اتفاق على طلاق برضو بتتم بهاي المرحلة بطريقة يعني بكون الحمل هو اللي كسبان فيها بتجد الكثير من الأفكار المقنعة اللي بتدفعك للعمل بعض الأرباح المالية المفاجئة ممكن أنها تدخل سرور على قلبك اللي بتجي من خلال الشراكات بتجد نفسك يعني محاور جيد مع شركك بالعاطفة فعشان هيك في نوع من أنواع الجو هيك العمق والميل لتفكير المدروس بالعلاقة ما بينكم وممكن تخططوا لبناء مستقبل مشترك أو تشهد علاقاتكم العلاقة بينكم بنوع من أنواع الهدوء بالفترة القادمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تعطيكوا قدرة عالية جدا على الصبر بالفترة الماضية طبعا الفترة اللي مضت كانت صعبة على مستوى الشراكات المالية والعاطفية صار فيه نوع من أنواع التذبدب بعض موليد برج الثور دخلوا بالنزاعات وخلافات بسبب تراجعوا طارد الآن بصير فيه نوع من أنواع الصبر رغبتكم في تحقيق بعض الأمور إنجاز الأعمال بشكل أكبر وسعكم المستمر للوصول لأهداف عملية بتجعلكم متعاونين مع زملائكم بالعمل ممكن تعقد كثير من الجلسات الحوارية اللي بتكون نتائجها مرضية بالنسبة لإلك بعض أفكارك المهمة بتطرحها بتجد كثير من الأشخاص اللي بيستمعوا لإلها وتأخذ على محمل من الجد حديثك فيه شفافية بدور بينك وبين أحد المحيطين بدخل السرور على قلبك بتجد نفسك معجب في تطور علاقة أو علاقة عاطفية جميلة برضو بيعزز نقاط بما إنه موجود في البيت السادس معناته بدوركز على العمل وعلى الصحة فهنا بنوخذ العمل فكثير من موليد برج الثور ممكن يبدأوا بعمل جديد أو يجيهم عروض لعمل جديد أو يبدوا بتواصل جيد لشغلات بتفيدهم في عملهم عشان هيك بدكوا تستغلوها على المستوى هاد وبعدكم رح يكون له حركة كبيرة على المستوى الصحي مع علاجات وفحوصات ومراقبة طبية هاي لكم أو لا أحد الأحبة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا وجود عطارد في برج قوي بالنسبة لك له البيت الخامس فبيمنح هكي الرغبة في الممارسة الهواية في المطالعة في تجربة الحضوظ بالانطلاق مثلا ممكن تروح على معارض فنية على محاضرات أدبية وفكرية أو تبدأ بعمل فني جديد أو تدخل في مجال الفن باتجاه معين يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الفنية حتى على مستوى التجميل ممكن تهتم فيها بشكل كبير بتكون علاقاتك بأبنائك ممتازة جدا في هاي الفترة في نوع من أنواع الحوار والتواصل والاتصال ما بينك وبينهم بشكل قوي أو ممكن تحثهم على أشياء ممتازة ممكن تتعلم هواية جديدة أو تطورها برضو اللي بيشتغلوا في مجال التأليف أو الكتابة في هاي الفترة فترة مناسبة يعني بتعطيكو دفع على الأمام بشكل قوي جدا بتعزز من أعمالكم الأدبية ممكن هيك تتعرف على شخص غريب عنك أو بيتقرب منك عاطفيا إثر لقاء مفاجئ ولكن إجمالا الأجواء على المستوى العاطفي رح يكون فيها إلها كثير من المكاسب ممكن تبدأ علاقة عاطفية أو تترجم علاقة عاطفية لأرض الواقع أكثر من الفترة السابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة وعلى المسائل اللي بتتعلق في أمور البيت يعني في الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات استئجار بيت أو شراء بيت أو بيع عقار معين أو أرض أو أشياء من هذا القبيل برضو علاقتك بأفراد الأسرة بتكون ممتازة جدا عندك قدرة على الحوار والنشاط الاجتماعي العائلي ممكن تقترح بعض التعديلات أو التغييرات المهمة أو تحاول إعادة برمجة العلاقات داخل المنزل بطريقة تكون ودية أكثر عندك كثير من الأفكار لإجراء تعديلات على الأثاث على البيت زي ما حكينا بمجال الدكورات المجال العقاري ممتاز جدا وهاي فترة برضو مناسبة لتصفية بعض الخلافات أو الدعاوة القضائية ولكن في بعض الأشخاص ممكن يحاولوا أنهم يخدعوك أو يستغلوا طيبتك لتمرير بعض الأمور حاول أنك تكون حذر من هاي النقطة وممكن تتلقى اتصال في خلال الفترة هاي كنت بتنتظره بشكل كبير تجد أن الأمور بتصير معك بشكل أوضح وبيكون لصالحك بشكل أكبر فعشان هيك بدخل السرور على قلبك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا القوة الكبرى رح تكون أنه هو رح يكون في البيت الثالث فرح يغير كثير من الأشياء اللي كانت صعبة بالفترة الماضية لأنه لما بيكون في البيت الثالث معناته الفترة هاي مليئة ونشطة جدا بالتنقلات بالاتصالات بالحوارات بالامتحانات بالدراسة بالسيارات بالإلكترونيات بكل هاي المجالات حتى على المستوى العاطفي رح تدعمك بشكل كبير رغب كبير برضو بصير عندك في حضور الأمسيات أو الندوات أو تغيير الجو بتنشطه كثير برضو بالمطالعة أو الرغبة في التواصل والحوار مع الآخرين يعني في جلسات كثير مفيدة بالنسبة لإلك اللي بيسعى لتأسيس معهد أو مركز تنموي أو تعليمي أو بدو يبدأ ببرنامج تعليمي فهاي الفترة هي الأنسب قوية جدا لهاي الأمور مناسبة للتقرب من الأحباء أو الحوار أو النقاش معاهم ممكن أنه علاقة قديمة ترجع تظهر على الساحة من أول وجديد صداقاتك بتتجدد أكثر علاقتك بالإخوة بالجيران برضو بتكثر أكثر في الفترة هاي ممكن هيك تلاقي حالك مندفع أو مدفوع لوضع نقاط أساسية للتفاهم مع شريك العاطفي أيضا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا هنا التركيز كله رح يكون على الوضع المالي الآن المرحلة هاي اللي أنت داخل عليها فترة بتقدر ترجمها للمكاسب المالية أفكار إبداعية أفكار مبتكرة لحياتك بتنصب كلها على الوضع المالي رح يكون عندك القدرة لابتكار الطرق الجديدة لتحسين الوضع المالي أهمش إنك ما رح تدخر جهد للبحث عن مصادر كسب حقيقية ممكن تحاول إعلام مشروع أو اختراع أو كتاب جديد تحاول تظهر للنور علاقاتك المالية في هاي الفترة محط اهتمام ورح تجد كثير من الأشخاص يدعموك ويقدمو لك يد المساعدة بتجد بعض الحميمية في علاقاتك مع شريكك العاطفة يعني بصير فيه نوع من أنواع الهدوء ولكن ركز على الوضع المالي لأنه هو الأهم وخصوصا إنه الأموال بتيجي من عمل إضافي ومستردات وجلب مشاريع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بما أنه بلشت تتوافد الكواكب وربعض يعني الشمس الآن دخل الميزان بقوة فالزهرة هاي الأشياء معناته بدت سنتك بقوتها فأنت دخلت المرحلة القوجية جدا فالآن بتجد نفسك محط إعجاب الآخرين مصدر بهجتهم فرحتهم تفاؤلهم عندك القدرة على الإقناع إقناع الآخرين بوجهة نظرك وتغيير الأمور للأفضل بطريقة شاركية بتجد نفسك محاط بمجموعة من المهتمين بتكون الأضواء كلها مسلطة عليك بشكل إيجابي طبعا فترة مناسبة للتحصيل العلمي والدراسة بتمين للقراءة والمطالعة والرغبة في المعرفة يعد يعني عطارد في برجك من أجمل الفترات على الإطلاق بالنسبة لك لأنها ما رح يشكل الزوايا السلبية إلا في نهاية وجوده اللي هي ما بعد نقول 17 شهر فعشان هيك بتظل فترة مناسبة عاطفيا لتبادل الأفكار مع الشريك والوصول لتفاهمات جديدة ومرضية لا سيما بعد فترة من الإنقطاع أو الظروف المعاندة اللي كانت لأي لكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا عطارد رح يكون موجود في بيت المتاعب عشان هيك أنت من طبعك بتحب التحدي والآن هو رح يعطيك هذا الدافع فعشان هيك في هاي الفترة ما رح تعترف بالحواجز أو العوائق اللي موجودة في طريقك بتبحث عن الحقيقة في كل شي بتمين لمعرفة الأشياء والأشخاص والأمور والأسرار والمكانين والأمور هاي كلها بعمق وقدرة عالية جدا حتى كثير من موليد برج العقرب اللي بيشتغلوا في المجال الروحاني والعلوم الروحانية الفترة هاي بتكون الطاقة عندهم عالية جدا بهاي الفترة ما بترضيك الأمور هيك اللي بتكون مكشوفة عشان هيك بتبحث عن العمق ممكن تهتم بكل شيء جديد برضو هاي تعطيك فرصة حقيقية لتعرف لتعرف لأشخاص بيكون لهم دور مختلف في حياتك أهم إشي إنك ما تفوت عليك الفرص حاول إنك تعفو عن بعض الأشخاص اللي أساهولك رغم إن وجود الشمس مازال موجود في بيت المتاعب هذا شوي بساعد على إنك تقدر إنك تحدد من الأشخاص اللي بدا تكمل ومن الأشخاص اللي بدا تطلع من حياتك بتفهم وجهة نظر الآخرين في نوع من أنواع يعني بعض الأشخاص ممكن يحاول أنهم يتقربوا منك عاطفيا بطريقة مقنعة بترضي غرورك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تعتبر هاي الفترة فترة الصداقات والرفاق والعملاء والأنصار بتكون هاي الفترة محط أنظار المحيطين فيك بشكل واضح تماما بيظهر لك كثير من أو بيظهروا لك كثير من التقدير والإعجاب والود والمحبة ورغبتهم بالتعرف عليك أو التواصل معك بتميل طبيعتك المعتادة للحوار وتبادل الأراء والرغبة في طرح المسائل بكل عمق والرغبة في الوصول إلى المعرف لمعرف كلية عليك أنك تخفف بس من توترك شوي حاول أنك ترجع لطبيعتك الحقيقية اللي فيها نوع من أنواع المرح والود كثير من الأشخاص بيحاولوا أنهم يوصلوا لك أو بيكنوا لك المحبة والاحترام بالفترة هاي صحيح أنه في بعض الخلافات أو سوء تفاهم بعض الأشخاص أو ممكن تقطع علاقتك في بعض الأشخاص ولكن الغالب عليها العنصر الإيجابي والتواصل الحنون أو الحميم أو التواصل الودود فعشان هيك الأجواء جيدة وممكن تتعرف على أشخاص جدد وبرضو ممكن بعض الأصدقاء يدعموك في مسألة معينة كانت صعبة عليك بالفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا في هاي الفترة أنت شخص بيركز على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أكثر عملي بشكل قوي جدا كثير من موليد برج الجدي ممكن يقدموا طلبات عمل أو يحصلوا على عمل جديد أو على ترفيع أو على ترقية أو علاقاتهم بتزيد بالفترة هاي مع المسؤولين عنهم بالعمل في أشخاص بيحاولوا التقرب منك أو طرح أفكارهم عليك ممكن تجد بعض هاي الأفكار يعني ممتازة جدا أو أنها مشروع ممتاز أو ممكن قريبة من التحقق فتمشي فيها بعض المشاريع اللي بتفكر فيها بتحتاج لكثير من الدعم فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وتغامر فيها قبل ما تدرسها بشكل جيد وتستشير إذا كنت بتبحث عن الحب في هاي الفترة يعني الفترة هاي مش مناسبة إلا من قطاع عملك أو من مكان عملك أو من خارج انطاق العمل فبشوف الأمور بظل فيها نوع من أنواع التوتر لأن انت الفترة هاي عملي مش عاطفي بورجددلو بالنسبة لموليد بورجددلو طبعا يعتبر هذا الشهر شهر قوي جدا 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 بالنسبة لك أو فترة اللي هي لغاية 22 قوية لازم تستغلها هاي فترة فيها أشياء لها علاقة بتعامل مع الأجانب أو السفر الخارجي أو الدراسة الأكاديمية أو الأمور القانونية أو الأمور اللي إلها علاقة الجامعات أو الدراسات الخارجية أو التدريس أو اللي عنده رسالة دكتوراه أو دراسات عليا برضو تعطي طاقة ممتازة بتنشطه بشكل واضح في الاتصالات الخارجية مع أشخاص بيقيمه خارج البلاد وهذا الشيء ممكن يعود عليك بالخير الكثير برضو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة الاستراد والتصدير ممكن يستفيدوا من تبادل الأفكار والصفقات المربحة في هذه الفترة ممكن يتحاولوا التقرب من شريك العاطفي بطريقة ودية وقائمة على الحوار والنقاش يعني الأجواء كلها في هذه المجالات ممتازة جدا اللي برضو برغبوا بالهجرة شهر أو فترة ممتازة لتقديم أوراق ومعاملات وأيضا الاهتمامات بالأمور الأوراق القانونية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا تجد نفسك تبحث عن أفضل الطرق لضبط ميزانيتك الفترة هاي رح تجد بعض الحلول أو الطرق أنك تغلق قرد مثلا أو سداد بعض الالتزامات اللي عليك أو تحل مسألة مالية كانت مأرقيتك بشكل كبير فترة هيك يعني مرت عليك فيها كثير من المطالبات المالية والأرق المالي والتفكير المالي فيها برضو نوع من أنواع التبذير والإصراف هاي الفترة الآن عندك كثير من الأفكار المبتكرة في هاي الفترة البدء بمشروع أو عمل جديد أو خطوة جديدة يعني حاول أنك ما تخبي أفكارك المبتكرة بهاي الفترة لأنها راح تلاقي من يسمعها ويدعمك بتكون هاي الفترة جيدة للتفكير الحقيقي بكل ما يتعلق بصحتك جمالك براغبتك في الإنجاب حتى حاولوا أن تنتبهوا لأموالكم المشتركة ما تبالغوا كثير الأموال المشتركة اللي معك شريف فيها بنك ضريبة تأمين ميراث قرد أشياء من هاي الأمور حاول أنك ما تشتت ذهنك في أكثر من موضوع حاول التخفيف قليلا من انفعالاتك في علاقاتك بشريك العاطفة ومرضو راح يكون لكم اهتمام كبير في الأشياء المغيبة عنكم أو الغيبيات ورح تكتشفوا كثير من الأسرار بالفترة القادمة هيك منكون أنهينا حلقتنا على انتقال عطارد إن شاء الله أنه يعني أكون قدر الإمكان وفقت بأن وصل المعلومة ويكون فيها خير كبير للجميع وفي النهاية نقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر